اشتركوا في القناة 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 بالنسبة لفتتاح المركز بالاقتراع بالخارج تم فتح جميع المركز ومكاتب الاقتراع في الوقت وانطلاق عملية الانتخاب الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019 حيث أنه أول مركز اقتراع انطلقت الانتخابات به هو مكتب سيدني باستراليا وكان ذلك يوم أمس 12 سبتمبر على ساعة 11 ليلا ثم تباعا فتح المركز التالية كانت كلها بالشرق الأقصى فكانت بتوكيو ثم سيول ثم جاكرتا ثم بيكين ثم بقي الدول العربية انتلاقا من الساعة الخامسة صباحا تم افتتاح مركز الاقتراع بالشرق الأوسط وانتلاقا من الساعة السابعة صباحا تم افتتاح مركز الاقتراع بأوروبا وفي هذه اللحظات نحن بسدد فتح مركزنا بكندا وبي واشنطن آخر مركز الاقتراع سيوفتاح بسان فرانسيسكو اليوم على الساعة الرابعة بعد زوال نعطيكم عدد الناخبين إلى حدود الساعة التاسعة صباحا التاسعة صباحا لأنه تجميع نسب الناخبين وعددهم بالدقة الكاملة في الخارج تستوجب بعد الوقت فهذه هي المعطيات إلى حدود الساعة التاسعة صباحا نشوفوا العالم العربي عدد المقترعين إلى حد الساعة التاسعة صباحا في العالم العربي 254 في ألمانيا 182 في إيتاليا 64 وفي فرنسا 2042 هذا ما لدينا إلى حد الآن في خصوص تقدم مرحلة الاقتراع في الخارج ونعطيكم إن شاء الله اتباعا المستجدات وتكون إن شاء الله الندوة الصحوفية الثانية اليوم سبعا تلعشية نقدم لكم فيها آخر المستجدات في مكاتب الاقتراع لنهار اليوم عندكم أسلا محمود غربان أعلمي وناشط المشروع المدني وملاحظ أحبا تنسى السؤال هو دقيق شوية بالنسبة للمسجلين نحن كانت عندنا الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية نظر للظروف السلطنية ووفاة الرئيس الباجي الله يرحمه قدمنا طبق الدستور قدمنا معانتا الانتخابات لكن احنا تسجيل سجلنا برشوحيد أشباب اللي مش يولي عمروا معانتا يعني نهار انتخابات التشريعية ولي عمروا وثمتها السنة وقت اللي قدمنا الانتخابات ولي ممنوع غير مسموح له بالانتخاب وهو مسجل شنين شاملتوا انتم الإجراء باش نتفاديو هالأشكلية القانونية وشكرا بالنسبة لمسألة الشباب اللي يابل غوثمونتش نسنة نهار عشرة نوفمبر كان من المقرر أنهم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية كانت قدمت الانتخابات الرئاسية وليت نهار خمستاش سبتمبر تقريبا فما في حدود ألفين شاب باش يتحرموا من أنهم يقتروا على خطر ما عندهمش ثمنتش نسنة نهار عشرة سبتمبر وبطبيعة ما همش موجودين هما توا في السجل الناخيبين متاع عشرة سبتمبر لأنهم ما بلغوش ثمنتش نسنة وبالتالي اللي اللي يبلغ ثمنتش نسنة يوم الاقتراع هو فقط اللي يخوال حق الاقتراع تم يعني حذفهم من السجل لأنهم عندهمش ثمنتش نسنة وما همش يكونوا موجودين في السجل انتخابات الرئاسية سبق اليوم بالله توضيح الندوة صحفية باش تكون ثمانية مش السبعة لعشية ثمانية نتعليل ندوة صحفية بالتفضل لقناة شرق نيوز الجزائرية أستاذ أولا هل لديكم معلومات حول إقبال الجالية التونسية المتواجدة في الجزائر حول مركز الجزائر هذا كسؤال أول السؤال ثاني كيف تقيم الهيئة نسبة المشاركة على الأقل مقارنة بالمواعد الانتخابية السابقة وشكرا ولاحظنا وجود يعني استفاف أمام مكتب الاقتراع في الدول العربية لأنه اليوم الأول الاقتراع بالخارج صادف معا يوم عطلة بالنسبة الدول العربية اللي عندها نهار جمعة هو يوم عطلة تاضر سيانيس ونحب في نفس الفكرة اليوم مش نلاحظ أن الدول العربية اللي صادف اليوم يوم الجمعة كما تعرف يوم راح الأسبوعية اليوم عادي جدا أنه في الدول يعني أوروبا وأمريكا الشمالية والكل فما شوية ضعف على نسبة الأقبال وهذا عادي كما التجربة اللي صارت في سنة التلفين وربعتاش لكن العطلة الأسبوعية يمتحم يوم السبت ويوم الأحد وبذلك ننتظر معناتها نسبة أقبال أكبر في آخر يوم خاصة يوم الأحد شكرا لنسبة البريز اليوم وقع مع أنتها ليس حال تقصب فما إذراب المواصلات غادي كاو مع أنتها منعها شوية بعد التوانسة بشي يتوصل بالمكاتب الاختراع عن تاح إن شاء الله غضو يكون حسن سلطوف هي غريب كيستيون غريب أخرى زاد بربي ديما الردوا بنا من مواقع التواصل الاجتماعي نحن خاطر نتب في كل شين نرى ولي ثم معطيات قاعدة تخرج على شبكة التواصل الاجتماعي أو في سيدني ثم الفرز وفوز المرشح الفلاني وهو البلاد هذية اللي نحب نقول راه ما يصير عملية الفرز كون شي بعد ما يوف المسار معنا تسيكو الصندوق الكل تتسكر اللي مش يخرج أي خبر اليوم ولا غدوة ولا بعض غدوة على سيدني ولا فرنس ولا مريك ولا الدول العربية الكل غالط الصندوق ما هوش مش تحل كان بعد ثلاث مش كون هنا متفهمين ونحاول انو نعاون الهيئة ونقص برشا من اللي وليس للمان دو پتور بسيكو شكرا وصلتكم هذه المعلومات بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج مالبورن مالبورن وأيضا أوتواء تعلمون أنه كان عنا مكتب في أوتواء لكنه تم غلقه والإبقاء فقط على مكتب سيدني لأنه أوتواء لم يعد لنا فيها بعثة ديبلوماسية فكان القرار أنه يتم الإبقاء على مكتب سيدني وإلحاق التونسيين المقيمين في أستراليا بمكتب سيدني الوضعية هذه موجودة كان في أستراليا موجودة أيضا في كندا التي فيها أوتواء وموريال ونعرف أنه عنا تونسي يقيمون على قرابة قرابة خمسمائة كيلومتر على المناطق هذه وعليهم التنقل لأن المسألة ليست سهلة في البلدين الكبيرة كما أستراليا وكندا قادرين أنه نوفر الخدمة بسهولة بالنسبة لفرنسا وإيطاليا وألمانيا وينما فم كثيفة الجيلية تونسية لكن تعرف أنه لما يكون الانتشار بالنسبة للجيلية على مساحات شاسعة فهذا يجعلنا منجموش نوفر الخدمة بالشكل كبير علما وقال وعلما أنه في أستراليا الجيلية موجودة بأعداد مهيش كبيرة في المناطق الكل سمحني حكيت لك على أوتوى نو نحكي على كمبيرا كمبيرا في أستراليا مش أوتوى كان عنا مكتب في كمبيرا وكان هو اللي حل قبل سيدني مع عنا بعث ديبلوماسية في كمبيرا فقررنا وأنه نبقي على المركز متى سيدني و التوينس اللي موجودين في أستراليا عندهم إمكانية التصويت لكن في سيدني العدد اللي تحكي عليه راه مش يكون يتجاوز المياه في أحسن الحالات والحقيقة مش مسهل فتح مكاتب في كل المساحات على كل حال عنا 384 مكتب في الخارج نسي نطيف حاجة لكونا وقت حالينا ترشوحات العضوية مكاتب الاختراع مجاونيش معناتها من المكان رومانيش نحب يحلو معنا كنا نجمو كانت قابلنا ترشوحات راح لنا حلين بطريقة أو بأخر لكن الجالي مجاوبتناش هذاك عليش ولينا خذينا القرار هذه شكرا لكم يعطيكم صحة ونتواصل ان شاء الله الثمانية التاليل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر